اشتركوا في القناة يعود تاريخه إلى أزيد من ألفين سنة وهو ينطلق من نظرية صينية وهذه النظرية تعتمد بالخصوص على الطاقة هناك اعتقاد عن الصينيين بأن الإنسان هو ليس فرد قائم بذاته فقط ولكنه مرتبط بالكون كله وهذا الكون تجري فيه الطاقات أهمها كما يسميه من الصينيين يعني واحد من الطاقة التي هي موجبة والطاقة السالبة والمرض يأتي من اختلال هذا النوع من الطاقة داخل الجسم فيتم عن طريق عدد من الوسائل طيب التقليد الصيني يعني إعادة توازن للطاقة ديال الجسم بالنسبة للوخص بالإبر طبعا هناك مجاري في اعتقاد بأن هناك مجاري في الجسم الإنسان للطاقة هذا المجاري الطاقة هي مرتبطة بالأعضاء ديالجسم هنا مجرى مثلا المعيدة مجرى الأمعاء مجرى القلب مجرى كذا لكل يعني عضو وفي كل مجرى يعني كان نقط نقط للطاقة هذه النقط هي اللي كتوضع فيه إبر هما إبر خاصة هذه الإبر كتوضع لمدة تطروح تقريبا نصف ساعة وهي إبر عادية يعني بدون أي مواد كيميائية ويعني تواجد هذه الإبر في هذه النقط لمدة نصف ساعة كتجعل تفاعل ديالجسم مع هذا الإبر يعني جهاز المنعة كيتحرك ما يسمى بالمورفين الطبيعي الجسد كيتحركه من أجل مقاومة المرض وكذلك يمكن وضع في هذه النقط كاسات الفارغة وما يسمى بالعلاج بالكاسات الفارغة أو يتم تتم عملية شفط يعني بالنسبة بعد هذه الكاسات كي يقدر مثلا يتم جرح هذه المناطق واستخراج يعني واحد ذلك الدم لكي يكون تحت الجلد وهذا ما يسمى في المنظور الشعبي العربي بالحجامة يعني هذه كلها وسائل يعني تابعة للطب التقريدي الصيني وكما تلاحظون في كل هذه الخطوط هناك نقط نقط هذه النقط هم نقط ديال الطاقة التي توضع فيها الإبرة الإبرة ديال الوخز في هذه المناطق فيتم اختيار نقط على حسب طبعا المرض ديال الشخص يتم تحديد النقط التي يجب الوخز مثلا في كل مجرى في نقط عديدة ولكن على حسب المرض نختار بعض النقط فقط ما شيء نديره في كل نقط الوخز لعلاج المرض معين الوخز بالإبرة كي تستعمل الأطفال كي تستعمل للشبان كي تستعمل للناس المسنين للنساء للرجال للسائر للأفراد طبعا بالنسبة للأطفال في سن محددة كي نستعملوا عملية تدليق عوض مثلا للإبار بالنسبة الباقي يعني للأعمار يعني نستعملوا الإبار الصينية والإبار الصينية هي غير مؤلمة أصلا في هذا علاج غير مؤلم ويعالج عدة أمراض أمراض مختلفة طبعا معظم الأمراض التي يعالجها الوخز بالإبار هو ما يسمى بالأمراض الوظيفية وليس العضوية يعني اللي هي عند علاقة بوظائف الأعضاء ما شيء لم يكن شيء مرض اللي هو يحتاج إلى الجراحة وغير ذلك فلنستعمل الوخز بالإبار في الأمراض اللي هي اللي عندها علاقة بالتعفونات لأخير الوخز بالإبار يساعد مع الأدوية اللي هي معروفة من أجل إصراع على العلاج بينما المعروف على الوخز بالإبار أنه يعني جد فعال في كل ما له علاقة بالآلام مثلا آلام المفاصل آلام مثلا عرق النساء مثلا عرق النساء فيوضعه في مجرى نفس المجرى دي العرق النساء نشوفه هدف مثلا هذا المجرى هو دي المتانة فيوضعه في هذه النقط بالضبط في أسفل الظهر هناك نقط هنا أسفل الظهر توضعه فيها الإبار وبالنسبة كذلك يمكن أن نعالج إلى غير الألم بصفة عامة سواء الألم المفاصل أو كما قلت ألم النساء أو التيبوس الكتيف أو يعني سواء في العنق أو في أسفل الظهر وغير ذلك فكذلك نعالج بعض الأمراض العصبية التي عندها علاقة بالأمراض مثلا يعني الآلام مثلا التي يكون ديال الوجه التي عندها علاقة بالعصب ديال الوجه وكذلك هناك أمراض التي عندها علاقة بالإرهاق يعني الأرق مثلا حتى بعض الأمراض التي هي النفسية كنهيارات العصبية الخفيفة كل هذا يمكن معالجته بالوخص بالإيبار إضافة إلى كذلك عدد من أمراض الحساسية كحساسية الأنف حساسية أو الرب وغير ذلك كل أنواع الحساسية يمكن كذلك أن نسعينا بالوخص بالإيبار لعلاجها وهناك أمراض التي طبيعة الحال تعالج بالطب الغربي ولكن إذا أضفنا إليها العلاج بالوخص بالإيبار كتعطي يعني كتكون نتيجة أفضل وأسرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر